وهناك مخاطر متنامية باندلاع حرب أهلية إذا طال هذا النزاع وهو يهدد بطبعات خطيرة على دول المنطقة نحن على قناعة بأن وجود اليونيتامز هو مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى لتنسيق استجابة الأمم المتحدة للتحديات التي تواجهها الدولة السيدة الرئيس نرحب بمواصلة عمل اليونيتامز من خلال الألية الثلاثية لمساعدة الشعب السوداني على تخطي التحديات التي تواجهها في هذه المرحلة المحورية نحن ندعو أيضا الأطراف إلى وقف إطلاق النار على الفور ونحن نكرر ما جاء في بيان مجلس السلام والأمن للاتحاد الأفريقي في السبب والعشرين من مايو 2023 ونشدد على أهمية خطة خفض التصعيد التي اقترحها الاتحاد الأفريقي كخارطة طريق لإنهاء النزاع في السودان نعند تأكيد على الدور المحوري للمنظمات دون الإقليمة مثل الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الإيقاد في حل هذه الأزمة ونشدد على أهمية التنصيق بين مختلف المبادرات أن الوضع الإنساني المقلغ الذي يشهده المدنيون والنزحون داخليا واللجئون من البلدان المجاورة يتطلب حشد الجهود لمواجهة هذه التحديات من الملح أن يحشد المجتمع الدولي جهوده لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية 2023 وخطة الاستجابة الإنسانية في البلدان المجاورة التي تصدف عدداً كبيراً من اللاجئين السودانيين ندعو إلى ضمان الوصول بدون أي عراقي للعملين في المجال الإنساني ونشدد على أهمية توفير المساعدة الإنسانية للسودان والدول المجاورة تماشياً مع مبادئ إيصال المساعدة الإنسانية في الختام نعيد تأكيد على تضامننا مع الشعب السوداني في هذه الأوقات العصيبة في تاريخ بلادهم وشكراً أشكر ممثلاء القابون على بيانه لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات